بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحبه ومن والاه مبارك علينا وعليكم شهر الخير شهر الرحمة والتراحم أحبتي في الله أخوات الفاضلات يعني مثل معادة الجميع عبر الرسالة النصية بأنه رح أقوم بالرد على جميع الإسفصارات عن طريق شروحات فيديو وإن شاء الله من هذه اللحظة فصاعدا رح أقوم بوضع شروحات مرئية يعني فيها إجابة لكل التساؤلات بذكر بأنه أصبح بإمكانكم بالضغط هون تدخلوا على مدونة مستر حلول مباشرة من قلب الفيديو لمتابعة التعليقات اللي بتكون أسفل الفيديوهات أول شي من الروح على مدير الفيديو خلي أذكر ما بيعرف كيف ممكن نضبط التعليقات إنها تكون يعني خاضة على رقابتنا نضغط على تعديل عند أي مقطع بإننا أن نفعل في عملية المراقبة للتعليقات من الروح على العددات المتقدمة وننبدأ بأنه يكون هنا في إشارة صح وأنه التعليقات يكون في خيار الموافقة عليها بعدها منعمل حفظ التغييرات بهذه الحالة ولا تعليق بيتم كتابته أسفل أي مقطع فيديو عنه إلا بموافقتنا لحتى نتابع التعليقات برضو من مدير الفيديو رح ندخل على كلمة منتدى بيمين الصفحة عندنا ثلاث خيارات التعليقات المنشورة في انتظار المراجعة ومحتوى غير مرغوب فيه على الأرجح نروح على في انتظار المراجعة للموافقة أو حذف أو يعني رفض أي تعليق عندنا ثلاث خيارات إما الموافقة أو الحذف الإسالة أو يعني أعطاء التعليق صفة غير مرغوب فيها ممكن أن نقوم بالموافقة أو نرفض من هون لكن بحبّد أنه نفتح الفيديو بمقطع جديد لأنه هون ما رح يعطيني إلا إشعار واحد اللي هو إشعار الأحدث ننظر تحميل المقطع ومنجر الصفحة للأسفل شوي مثل ما إحنا شايفين هون جار التحميل لما يعطينا إشعار بخلفية زرق نضغط على مراجعة التعليقات جار التحميل وببساطة نقوم هون بتمييز التعليقات إما منوافق عليها أو منزيلها أو نقوم بوضحها كإشعار غير مرغوب في أو تعليق غير مرغوب في بهذه الحالة صاحب التعليق ما بيعود يكتب في قناتنا بعد هيك في حال وجود أي سفسارات حول هذا الموضوع برزيع تركيها في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر